نشوف ايضا هو لا بيحب ان الامور بينكم ايضا مش واضحة مش فقط انت وبتحب ان الامور بينكم مش واضحة لانو بيشوف هالشخص انو انت شوي متناعب هون هالشخص بيشوفك يعاكم الباطل بيشوفك بتخبي عليه او ما بتحكي لانو الصدق في اشيه هو بيشوف بحياتك او فيك انت غير واضحة وهالاشي ممكن يكون نخوفه من انه هو بده ارتباط والتزام اكتر من برج القوس عمشوف برج القوس برغم انو مشاعرك كتير صادقة تجاه الشخص الى انو انت كمان ما بتحب حدا يربطك او حدا يحطك في بوكس معين او مطرح معين وانا عمشوف اللي هو الهدف النهائي لهالشخص او القول تبعه انو هو بده يكون اسره وغالبيا بده منك التزام بمعنى انو البعض منكم برج القوس هالشخص بده التزام بمعنى مش فقط علاقة بمعنى يعني ارتباط رسمي لها ممكن يكون خطوبة او ممكن يكون سواج فممكن يكون العلاقة شوية منخبطة بينكم لانو هو بده يرتبط اسرع منك او في وقت اسرع منك طيب انو نشوف شو ممكن تكون صواب المشاكل بينكم او واحد من اسواب المشاكل بينكم وكيف ممكن تفهم الوضع بينك لحتى تحلم عندك هون انترابمنت يعنى في انت وهو مطاقتكم مشتركة هم تحسوا انو انتو محطوطين في صندوق او مطرح معين انت وهو مردكم ياه في شخص كتير عفوين منكم وبيحب يخلي الامور تيجي بسهولة او يعني متل ما الله بيريد وفي شخص بيحب الامور تكون اه كتير مدروسة او بيحب يمشي على نمط معين فانت رح يعنى انت بيختلف الوضع من شخص الاخر بس انت رح تشوف انو مي هو الشخص اللي هو شوي عفوي اكتر بالعلاقة او ما بده التزام جدي حاليا يعنى شوف انو مش مستعد الى التزام جدي وفي طرف بده التزام جدي بده نمط معين يمشي عليه ايضا بده يحس انو في نهاية العلاقة رح توصل لالها لانو تن اوف وانز يعنى في تكملة لاشي معين وهو بده يشوف انو العلاقة تكون لها نهاية ايضا في طرف منكم مع انو حاول يتواصل مع الشخص الاخر بطريقة روحانية ولكن الطرف الاخر رافض فكرة الحب او رافض اتقبل منو عارض او رافض التواصل معوه هنشوف البداية بينكم اللي كنتو بتريدوها ما نجحت فيه سرق كنتو رح تبدو ببداية البعد منكم كنتو رح تبدو في بداية جديدة ولكن فشلك لانو هنشوف انو فيه طرف ترك العلاقة او ماشا فيه طريق لوحده من اجل انو يحصل على بداية جديدة بالبعد من العاطفة ولانو اجت بتعقدكم هاي فيصار فيه عندكم خلل بانو تبدو العلاقة مية اخرى لانو فيه طرف اه رافض فكرة الحب لانو عنا شوف انو اه طريق ما فيه اله نهاية او ما فيه خط واحد او ما فيه ارتباط منو اه زواج او خطوبة او ارتباط رسمي لانو عمشوف فيه طرف بدو ارتباط وفيه طرف بدو شوي ياخد الامور ببساطة او بدو يتمهل اكتر باخد الامور طيب انو نشوف طاقتك انت في المستقبل او شو عم تفكر اه فيه عندك ناتنجو فانت رح تترك شخص او رح تترك تفكير معين اه بحياتك انت عم تشوف انو قبطة ليفيدك فيه ايضا عندك فطاقتك بالمستقبل طاقة كتير اه عمشوف افضل لانو انت عمشوفك ايضا ايضا اه ازا انت زعلان من هالشخص او ازا انت مجروح من هالشخص عمشوف انو انت مستعد انو تترك اللي صار بالماضي وتخليه يعني بالماضي انك تتركه بالماضي لانو عندك ثري اوف سورت ثري اوف سورت بتننزق الى انو انت يعني كان فيه جرح عاطفي من هالشخص انجرحت من هالشخص الشخص هبزع عليك ولكن عمشوف انو انت مستعد تترك بعض الامور او بعض المنازعات الدجدالات اللي صارت بينك وبينها الشخص تتركها بالماضي عمشوفك ايضا عمتحاول اتوفق بين اه شيئين بحواتك عمتحاول اتوفق بين ممكن شخصين ممكن عمتحاول اتوفق بين العاطفة والعمل لانو ممكن اذا برج القوس مش انت اللي بدك الارتباك ممكن انت والدك الارتباط لانك ممكن مركز على الوضع الماندي كتير او عم تفكر حاليا بكيف تتكون نفسك من ناحية المادية اول بالذات الى مثلا برج القوس رجل عمتابه ممكن يكون غير مستعد الى الارتباط وبعاكسين الشخص اللي عم تتعاون معه ايضا بدي احكي بالابراج اللي ممكن انتتعامل معها ممكن تكون عم تتعامل مع ابراج مائية ابراج ترابية ابراج هوائية بس بالاغلب في عندي اوراق مائية فممكن ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه كتير حساس او في كتير مي بالخارطة الفلكية تبعته ايضا خلينا نشوف خطوات الشريك المستقبل او خطواته المستقبلية سو الميت هالشخص عم يبحث عن رفيق الدرب او عم يبحث عن شريك يخور معه رحلته في الحياة هنشوفه مقبل او قده بداية عاطفية جديدة معك عنده ace of cups فهالشخص عم queen of cups ايضا هالشخص عم يطمح الى بداية جديدة معك ايضا عم نشوف هالشخص بيرباب القليل بمعنى انه هو مش من النوع اللي منتطلباته اللي ممكن تكون كتيره او انه البعض منكم غم ممكن تفكر انه هو او ممكن تفكر انه هو تطلباته كتيره او عم يطلب منك اشي كتيره ولكن هو عم نشوف انه الاشي اللي كتير مركز عليه هو فقط اه شخص او رفيق الدرب يكون له لانه اغلب تفكيره تفكير عاطفي فما عم نشوف هالشخص بيهتم كتير بالمادة ممكن يكون ايضا شخص روحاني اللي هم تتعامل معه عم نشوفه اكتر اشي يركز عليه ومهتم فيه اللي هو طبيعة التواصل بينكم ومدى التزامك مع رهن الشخص ومشاعرك تجاه الشخص وحقيقة مشاعرك تجاه الشخص ايضا عم نشوفه بالمستقبل بده بداية عفوية معك جديدة انا عم نشوف انه اه ممكن هو شخص كان في الماضي كتير جديد او انت حسيت انه كان كتير جديد انه اذا ما مشيته الامور مثل هو بريد انت حسيت بفلكش الوضع او بترك العلاقة عم نشوف انه بالمستقبل رح يحاول ينظر الى الامور بطريقة شوي ايجابية شوي فلكسبل اكتر او مرنة اكتر من ناحية مدرتولة العلاقة بينكم عم نشوفه ايضا بالمستقبل هالشخص عم ينتظر يسمع منك خبر لانه في عنده ثلاث او فونس هالشخص عم يستنى رسالة منك عم يستنى خبر منك او عم يستنى بداية جديدة معك او او رح يركز على وضعه العائن ووضعه الاندي ولكن في عقل الباطلي لسه عم يستنى خبر أو عم يستنى ممكن انت وهو مش عم تتواصلوا نهائياً للبعض منكم اللي مش عم تتواصلوا نهائياً الشخص بده يعرف فقط انت شو هي أخبارك يعني شو التطورات اللي صارت لك شو الجديد في حياتك يعني بده مثل يتطمن على وضعك كيف هو الميح او لأ اشي هكذا هيك طيب بالنسبة لتعقدكم المشتركة بالمستقبل شون ممكن نسول هالتيتش بالايو فالواضع بينكم بيتطلب مرونة وايضا بيتطلب انه تتقبل البعض مثل ما انتم نشوف انه بدكم تكونوا اكتر بالمستقبل مرون مع بعض هادا بالنسبة لكرت النصيحة اما اللي بيصير بالمستقبل بينكم جميع الكروت هاي كروت عاطفية فالوضع بينكم العاطفية رح يكون كتير ايجابي في وداية جديدة من الناحية العاطفية رح تصير بينكم رح تصير في بينكم كونكشن كتير عاني ايضا اغلب الكروت المائية اللي اجت لك هون من الرقم الكبير او king of cups يعني ف king of cups افضل من افضل كروت الحب لانه المشاعر بتكون مشاعر عميقا الارتباط وسيكون ويكون على المدى البعيد ايضا في رح يكون كتير من التعاطف لما ان الاوراق كتير مائية اجت فرح يكون في كتير حساسية بينكم كتير تعاطف بينكم يعني حتى اذا صار في اولاد او اذا صار في بينكم جدالات او مشاكل نشوف انه في مجال لملاقشة الامور بينكم لحل الامور بينكم وحتى يعني لوجود فرصة انه تشرح الوضع بينكم فيه رح يصير بينكم عادل بناخده العطا انا انا عندك six of pentacles هون فانت وهو رح توصل لمرحلة انه تفهم او تفهم لكمان الناس يعني بدك تعطي على قد ما بتأخذ او اشي مثل هيك بالذات من الناحية العاطفية ايضا امشوف انه اذا صار في بينكم جدال بالمستقبل او مشكلة بالمستقبل او او mis understanding او عدم تفاهم بالمستقبل طريقة اللي رح تحلوا فيها الوضع او رح تحلوا فيها النقاش رح تكون طريقة متشور او طريقة ناظجة مش رح تكون فقط يعني رح تحكم على الشخص او رح تحكم على التواصل مباشرة مباشرة لا رح تتناقشوا مع بعض في الموضوع حتى توصلوا الى ماتج يفيد او تستفيدوا فيه بكمان بس من الناحية العاطفية عندكم اربع كروت مائية اجتلك والكروت التوضيحية فالوضع بينكم من الناحية العاطفية كتير ايجابي ايضا امشوف من الناحية المادية او من الناحية التوفيق بين العمل والعاطفة عند شوف ان تترحت اهتمام اكتر للهلاقة بينكم لانه عندتفكروا فيها للمدى البعيد او بدك انت هو توصلوا العلاقة هاي الى المدى البعيد او الى 10 of cups الى يعني انشاء اسرة وانشاء ارتباط جدي بينكم اوكي حبايبي برج القوس اتمنى قراءة تكون فادتكم وحبيتوا هاي اذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك بكومنت شير سبسكيب تفعل جرس الانبال حتى يوصل لكل جديد ان شاء الله رحشوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا